وارجعنا لكم لأجمل فقرة فقرة الديف وفقرتنا النهاردة مختلفة تماماً ليه بقى؟ عشان دفنا غالي قوي على قلوبنا جميعاً وحتتبسطوا قوي وحتبعتونا شكر إن احنا جبناه لكم عشان ده نجم جيل التمانينات والتسعينات صوته صوت مطرب أصيل من وهو صغير وهو معتمد في الإزاعة يعني من وهو 13 سنة معتمد احنا كلنا لنفس عليه مطرب شاعر ملحن معانا المفاجأة الجمدة قوي من ستات نفسنا حمدي الجنيني البرنامج جميل جداً طبعاً ووقعي جداً النفسانة النهاردة أعتقد أنها تبقى مبدرية أنا جاي من نفسنا على كله بس بالحب طبعاً أهلاً 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 إزايك عامل ايه؟ منورنا بجد إيه الجمال ده؟ ربنا تخذيك يا حبيبي هلوه مسأخير إنت تستاهل أكتر من كده الواحد يعد يقول فيك شاعر إيه الكلام الزئيق ده؟ والله ربنا يخليك إزايك عامل ايه؟ إزايك عامل ايه؟ منور نفسنا إتفرج علينا بقى أنا جاي لكم بالأصفر عامل لأ والفلفت كمان إزايك كل سنة منطلوبين فلفت ايه؟ يعني لبس عربية؟ الأصفر مقصود يعني آه طبعاً رمز الهدوء والسلام والغيرة وأنا داخل عمالة بقص مين لبس أصفر مفيش فانا أيوة يبقى كده قاين بالضيطة للهرب أنا أول مرة يا حمدي أعرف أن أنت باباك كان عازف في فرقة رضا بابايا الله يرحمه الفنان رقوف الجنيني ده فنان عالمي يعني كان سوليست الأوبرا المصرية وكان بيدرس في الكونسرفاتور وبيدرس في في كلية تربية موسيقية ومن الناس اللي عملت أساس للإنترتيمنت في برامج المنوعات الثمان اللي كانت دمع نجوة إبراهيم وفريال صالح والأسماء الجميلة دي ويعني راجل موسيقار كبير جداً كان هو ده اللي خلاك تبدأ هنا من لو أنت عندك 13 سنة بشكل بروفاشنال؟ أنا بدأت هنا أبدري عن كده أنا بدأت هنا وانا عندي 7 سنين ودخلت أكاديمية الفنون الكونسير وبدأت بقى أغني من وانا عندي 7 سنين إنما بداية الاحتراف العمل الفني كانت وانا عندي 19 سنة لما عملت أول ألبوم اللي هو على نار على نار آه الأغنية لكسرت العالم بص على فكرة إحنا دلوقتي ممكن نبقى عاديين مشتقين نسمعك وجمهورنا كمان مشتقين هو يسمع حمد الجنيني على نار طيب هو يعني إحنا ممكن نخلي على نار آخر حاجة نغنينا نتنبيها يبقى أنا أغني أغنيها انتصار بتحبها جدا وكنا بنغنيها دايما في طب ما تغنينا الحاجة الوردة مش عايزة تخذر يا جماعة حيخلاها سلطانة كنا انتصار انت جايبة صحابك عندنا؟ جايبة اللابرز بتويه كله اللابرز اللابرز طب ممكن بسه حاجة الوردة وردة أنا أغني أنتصار تعيش الدور تعيش محلة وردة وردة وعملت عميل سودة أه حاجة الوردة غيرتنا لا فرأتنا لا ولا دوبت فينا الحنين السين أوبا 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 أحبك والله بحبك والله 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 بحبك أد العيون سود أوبا أحبك والله واللهiks بس معلش بقى يعني انا عزي اعتراض يعني مش عشان اعتراض على اني بحبت اه لا اه اولاية كلها احمي توجاهنا استنى بس على صور لا ما انت ياما يا غاني توجهتلك وانا سكدت وما اتكلمتش ايوه انا هنجي الجنايني عينك فيه بقى عايزان ريدان ليدان اه 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 يخشي قدم بالرغم بقى ان انت من الاصوات الترابية ان الناس مش سايبينة في حالنا نونس حاجة يعني اخب نفسنا مش فاهم انا من الاصوات الترابية لكن اختفيت فجأة ليه بقى وده كلفة نظرنا ونبلاش الاسئلة دي انا صريح اما انا عايزك بقى تلقى ما صرحت ليه بتودييني في داية لا 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 قول وانت جيت البرنامج الصح للموضوع ده فعلا اه اخلي ليه؟ يعني احنا بنسأل نفسنا ليه في عالم تستفهم انت صوتك جامد جدا اختفيت ليه؟ اولا هو اه انا ما اختفتش اه ومش عايز اقول الكلمة اللي بيقولوها كل الناس اتحاربت من فنان فلان وتحاربت من فنان فلان دا انا دا ما حصلش انا اتحاربت فعلا من شخصية كبيرة كانت في العصر القديم اه يعني ذات نفوذ كبير جدا وانا مسامح بصراحة يعني موضوع فرجت خلاص خلص يعني بس اه يعني على مدى يمكن خمستاشر سنة اه اه واي السبب يعني؟ اه اعتقد انه كان سبب اه يعني ما يستحقش كل ده اه يلا بقى نطلع فاصل ونرجع نكمل بقى حلقتنا مع حد الجناي ازاي في السنك ما شاء الله دا وبتشتغل وتسع جوازات انا في سنة وابتدت تسع محضو كيش انا في سنة وابتدت قولينك ومكتاشر كنت عكتير برضو الحمد سيقوم بنسامح بس تسع شوية طبقوا وتسعوا يبقى كالعشرة زي حد لا انا شاف انه امه كتير لانه هو خلي بالك هو مش وارس وقعد عالكنبة ولا فاضي طول مرة عاد بشم ورد وحتى الوارس تسع وبيربي ابنه يعني ما عندوش وقت ومع كده تجوز تسع مرات اه ازاي تسع يعني انا كان عندي ولد عنده تسع شهور وانفصلت عن مامته بسبب الغيرة في اول سنة جواز فهما امه صعيدة يعني اه فقالوا لي يا تاخد الولد مش هنشوفه الا لما يكبر احنا ناخد الولد وانت ما تطلبش تشوفه لغاتنا يكبر قلت لهم هاتوا الولد سلام عليكم ومشيت فبقى اعيل مع اعيل من هنا انا عايز امه كان متاح جدا ان انا احب وصاحبه وتمشي الحياة يعني والولد عند والدتي عند والدي انا يعني ادمنت الولد اه ومبقيتش بعرف اسceptions حتي لو عندي سفر وهو عيان الغيه مروحش سفر او مروحش الحفلة ماعملش اي حاجة وحطيته على رجلي وفي الوقت ده يمكن انتصار كانت برضو يعني معصرة لله وانا عندي مسرح بقض معايا وانا عندي تصوير بقض معايا هي من العجوزة؟ من العجوزة بتقول ايه؟ ايه انما هي صغيرة جدا على الموضوع من التسع جوازات احكي لنا عن اقوى قصة حب منهم كلهم اكيد لازم في واحدة ده سؤال ده سؤال يا خليني نطلق المروح وبعدين نسمع اللوين اللي معاك دلوقتي التسع هتصدقيني انا كانت كل شخصية ما تقوليش كل التسعة مش هتصدق لأ هقولك هقولك كانت كل شخصية بتتحول على ابني في مراحل عمره المختلفة بقى من سنة يعني سنة ده يعني انا برضعه بجبله وبغيرله وبفهمه ازاي ومش بخلي حد يعمله ده انا اللي بعملهوله ويمكن انا كنت سبب في اصارة غيرتهم منه لانه كنت مديله كل الطاقة وكان هو نمر واحد في كل تصرفات حياتي فيمكن ده الله اعلم كان بيصير جواهم غيرة ما كانتش موجودة انا بعترفت انه ده ممكن يبقى حاصل يعني يعني اقوى قصة حب كانت كنت برضو تاني فلما كان بيحصل ان انا بسيب عشان مشكلة خاصة بابني او احساسي بانها ما بقتش صافية مع البيبي ده انا بنسى الحب ده فعلا اللي اقال له كريته بس اكينا مراتك دلوقتي قصة حب قوية انت مفيش الدافع اللي هو الوار مفيش الدافع كبر عند حياته بالزبط ده واحد اتنين يعني باختيارك بحرية يعني اه اختيار بحرية وهي اكتر مدة حصلت طولنا على فترة بس انا عايز اقولك اه ما نسى عايز اقولها طولت يا طولنا على فترة اه بدري يا مستنيت براك معا اه معلش في السنة الجديدة كل سنة وانت طائر يا طار عندك نيو ييرز رزولوشن هدف جديد طبعا حاجة جديدة عايزة حقها في السنة الجديدة يعني عايز اعمل عودة لا بس حاجة شخصية يعني بعيدة عن العامة حاجة شخصية عايزة يعني اجوز مرة العشرة اختمهم طلعا في الحلقة دي خلصناك لا 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 مش ديه الحكاية بصراحة مش عايزين نقول كل أسرارنا بص بقى أنا طلبت منك على نار قلت نختم بيها عشان تبقى مسك الختام نختم بعلى نار نختم بعلى نار لو سمحت مرسي ريكو جدا نورتنا نورتنا مرسي مرسي ريكو جدا مرسي ريكو جدا على نار مستنيتك يا حبيب قلبي وسنين بعدك والله على عييني وانا مستني على نار على نار مستنيتك يا حبيب قلبي وسنين على نار مستني الدين يا حبيب قلبي واسمين بعدت لالله على عيني وانا مستني على نار على نار على نار قلبي قائد على نار على نار على نار قلبي قائد على نار على نار على نار اللي تكويني بالنار اشتركوا 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 في القناة استنونا في حلقة جديدة من نفسنا مع ديف تاني جميل باي باي شكرا على خير